يقول أيضا أخنا الكريم وهل يعظر الإنسان بسبب مرض يسبب له التوتر أو يسبب معاناة نفسية متراكمة جعلته سريع لانفعال يعني يبدو أن الأخ غضب شديد غضب شديد نعم هذه المسألة يعني أولا لست طبيبها لست طبيبها وطبيبها طبيب خاص ينظر في حالته هل هذه الحالة تستدعي أن يكون في توتر شديد لأن أصلا يكون الأساسة قهرية كمان الأساسة قهرية مهلكة وبيكون في عدم انتزان إرادي موجود وهذه التكييف تكون عند الطبيب الخاص مهماتي أنا إيش أنه يأتيني يقول لي الرجل ساعات في التوتر هذا يغلب عليه إراداته غير متوفرة ممكنها في الأفعال ولو ذكرها بها ما يتذكرها وحتى لو ذكر يبكي بكاء شديدا كيف وقعت فهنا الرجل هنا ليس حامل للنفسي وإراداته ليس متوفرة فهذا الوصف لا يحسب حتى لو طلق لا يقع الطلاق إن كان إلا ضمان المطلقات هذا أمر آخر من طلق الوضع ده الذي يقال فيه لا طلق فيه إغلاق أيها نعم أحسنت يعني أنه غاب عقله حتى أنه لا يدرك ماذا قال أطلق أم لم يطلق أحسنت وإن قيل له يقول أنا لم أكل نعم ولو قيل له بكى وقال ما كنت أولد ذلك أنا حملت عليه حملا نفس الأب فإنه في هذا الحال قد لا يكون مكلفا رفع القلب بس بعض يقول الدكتور محمد هذا للسؤال وليس للإعتراض يعني نعم يقول ما هو ما فيهش حد بيطلق وهو مش غضبات هنا أهلنا الكلام يقول له موزون جدا للغضب المتوسط حنا لدينا مرات الثلاثة اللي هي بداية الغضب عندما يقول لها ليه ما تقولين ذلك تقول له لو أنت راجل كما في السؤال السابق لو أنت راجل طلق يعني أنت الحلال كيف أنا أنت أتهزيني في رجلاتي طب أنت طلق ومك طلق من الأمان خلاص المسألة هزت عنده شيء دي بداية الغلب لابد يقع طلقه باتفاق النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها غلب على العقلي ما يفهم نذكره يا راجل أنت ضربت يعني كسافة الزجاج قال أنا أنا ما أفعل شيء ما يتذكر هذا لا يقع طلقه باتفاق يبقى الوصف الحالك وصفته وفي حد يطلق منه ما يخدم فيه اللي هو الطلق الوسط المشتد الأمر عليه وما يطلق ما بين هؤلاء وبين هؤلاء بين أول الغضب وبين آخر وبين آخر الغضب هنا شخص سامة بن بن قيم يراياني بأن لا يقع وينزل تحت لا تلق إلا في إغلاق هذا أنا ما أدين الله به وأراه ضعيفا ليش لأن كلمة إغلاق معناها التغطية التمة التغطية التمة معناها إلغاء الإرادة إلغاء الإرادة إذا غير مكلف إذا لا يقع عليه شيء في هذا البد فإذا كان أصف الأخ أنه التوطر شديد والتوطر يجعل زبزبة عنده ممكن يكون له تصديقه هرية كمان فيكون مغلوباً فهذا لا يحسب على ما يفعل طبعاً إلا ضمان المطلفات لو كسرت زجاجة يضمن المطلفات لأن ده من طريق الوضع مش من طريق التكليف يعني محدش أقوله أنت غضبان كسرته للعربية بتاعتي أو كسرت الحاجة ضمان المطلفات كل أحوالي لو نايم وهو نايم يعني بيغير حاله فانقلب فوقع على السارة فكسرها عليه ضمان ده إنعاش فعليه ضمان عشان أبين المسألة ودي أصلياً من طريق الوضع من طريق التكليف بارك الله فيه من دكتور محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة